اشتركوا في القناة فجزاه الله بأفضل ما جز به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليك ما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد هذا برنامجكم مشارق الأنوار ورقاء اليوم يتحدث عن شخصية إسلامية لها أثرها البين إلى اليوم في ثقافتنا العربية والإسلامية الشرعية خاصة هو الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة الإنسان إذا كتب الله له أن يجمع بين أصناف من العلوم ويبرز في كل صنف منها ويكون فيها إماما هذا يجعله أقدر من غيره على أن يبلغ رسالة ربه إلى الناس كما بلغها نبينا صلى الله عليه وسلم أي أن الله عز وجل يكسو أقواله وكتبه قبولا عند خلقه كما هو واقع مشاهد لكتب الحافظ بن كثير رحمه الله الحافظ بن كثير مفسر مؤرخ محدث عاش في الشام فلذلك يقال في كنيته أبو الفداء إسماعيل بن كثير عماد الدين البصروي الدمشقي بصرة في حوران من أرض الشام فيها قرية اسمها مجدل يرجح أن ابن كثير ولد فيها وهو رحمة الله تعالى عليه يعود إلى أصول قراشية ولذلك يقال القراشي هذا الإمام نشأ في بيئة شامية كان في زمانه ابنه القيم وابن تيمية والحافظ الذهبي هؤلاء وأضرابهم تأثروا كثيرا بالحق جدا بمعنى أن كل عالم منهم خلفا بعد سلف يعود الآخر هذا الأمر جاء ظاهرا في تفسير الحافظ من كثير فإنك لو تأملت تفسير كثير من المفسرين تجد أن ما لم يوفقوا فيه حديثهم عن الصفات الإلهية فقد وقع بعض المفسرين على فضله وشرفه وعلو كعبه في العلم في أمور يغلب على الظن فيما نرى نحن أن المفسر لم يوفق في فهمها من كتاب الله جل وعلا هذا الموقع الذي هو مظنة زلل أنجل الله عز وجل الحافظ ابن كثير منه هذا الموقع الذي هو مظنة زلل أنجل الله عز وجل الحافظ ابن كثير منه من هنا نقول كل ذلك نضعه بين يدي حديثنا عن هذا الإمام المبارك كان كثير العبادة كثير العلم كثير المطالعة وقد ظهر ذلك جليا فيما ألفه نأتي الآن في حلقتين متتابعتين نتحدث عنه ثم عن تفسيره فنأخذ في اللقاء الأول آيات كيف فسرها ابن كثير وكذلك نتابع في اللقاء التالي لكننا في الأول فنضع أثر تعلمه على منهجه في التفسير يعمد ابن كثير ما استطاع إلى ذلك سبيل إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم يعمد إلى تفسير القرآن بالسنة وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وأحيانا يحكم على السند وأحيانا لا يحكم عليه يتأدب مع من قبله وسيأتي هذا تطبيقا يتأدب مع من قبله فإن أخطأ في شيء بيّن الخطأ مع ألفاظ تبين حرصه التام على أن لا ينال من أحد من علماء المسلمين يوجد في تفسيره كثير من الإسرائيليات لكنه بيّن ذلك في مقدمة كتابه بيّن أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاث أقسام إسرائيليات وأخبار فيما بين أيدينا من الكتاب والسنة يعضدها فهذا نصحعه ونقبله وقسم آخر ما بين أيدينا من الكتاب والسنة يكذبه فهذا نرده ولا كرامة والثالث ما لم يقع في القسمين الأولين ليس بين أيدينا ما يصدقه وليس بين أيدينا ما يكذبه فهذا ننقله نذكره لكننا لا نؤمن به وقال في مقدمة ذلك كله عن الإسرائيليات كلمة موجزة العبارة غزيرة المعنى قال نذكر الإسرائيليات للاستشهاد لا للاعتضاد للاستشهاد لا للاعتضاد وهذه كلمة حق تقال في كثير مما يقال بعد أن يذكر العالم الخطيب الكاتب المؤلف المحاضر بعد أن يذكر نصوصا شرعية من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا حرج بعد ذلك أن يذكر استعناسا استشهادا أخبارا وإن رأى البعض أنها لا تصح لكن ذلك لا يقدح فيها مدام قد ساقها من ساقها للاستشهاد لا للاعتضاد وهذا ما قاله الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره فقد يأتي أحد فيقرأ التفسير فيجد فيه شيئا من الإسرائيليات فربما يقع في قلبه ما يقع على الحافظ بن كثير لكنه لو قرأ رأي الحافظ بن كثير في الإسرائيليات لا تراجع عن كثير مما عزم أو وقر في قلبه على ذلك الإمام الكبير وهذا مهم جدا عندما تقرأ كتابا أن تقرأ مقدمته وقد قيل إن المقدمة التي يكتبها الكاتب إنما هي عقد بينه وبين من يقرأ كتابه لكن الناس يقول الله عنهم خلق الإنسان من عجل فيأتي الإنسان إلى منتصف الكتاب فيقرأ منه دون أن يقرأ قواعد من ألفه أو أن يأتي إلى محاضرة ولا يعرف ماذا قاله المحاضر قبل ذلك ولا بعده ثم يحكم بغلبة الظن وبعجلة في الأمر وكل ذلك قطعا سينجم عنه حكم خطأ غير صواب هذا الذي يهمنا الآن في مدرسة التفسير التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى هذا كله في باب التنظير نأتي الآن لبعض الآيات التي فسرها ابن كثير قال الله عز وجل في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس حتى قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم نحن نريد هذه الجزئية من الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم قال ابن كثير عند تفسيرها ذكر حديثا صحيحا عن البراء رضي الله عنه أنه لما جاء الأمر بتحويل القبلة قال الناس فما حال من صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن تحول القبلة كأن الناس يتسألون عن الثواب ما حاله بالثواب قال البراء فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم والآية من باب الاسترات مما استشهد بها البخاري رحمه الله على أن الإيمان يطلق على العمل لأن قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم المقصود صلاتكم فذكر ابن كثير رأيه أول الأمر قال أي وذكر القول الذي قلناه فجاء بالمعنى واستشهد عليه بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن من هجه في التفسير أن يبدأ أولا بالرأي الذي يراه حقا الرأي المستقر عنده الراجح إن لم يكن هناك تعارض فيقدمه فيقول أي أي المعنى هذه أي تفسيرية ثم ذكر أن المقصود وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثواب صلاتكم هذا المراد من الآية بعد أن ساقه ساق الدليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حليث البراء ثم بعد ذلك ذكر أقوال بعض السلف في الآية فنقل عن سعيد بن جبير على ابن عباس ونقل قولا عن الحسن البصري أن المعنى وما كان الله ليضيع انصرافكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتوجهكم معه حيث توجه فهذا ذكره الحافظ ابن الكثير رحمه الله تعالى لكنه بعد أن ذكر الرأي الأول ولا يوجد هناك فارغ كبير في المعنى ما بين ما ذكره من آراء السلف وما نقله أولا عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الذي نريد أن نصل إليه من هذا كل أن منهج ابن كثير أنه يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن فإذا تعذر ذلك عاد إلى ثنى بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا في قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم لم يجد تفسيرا للقرآن بالقرآن فعمد إلى السنة ووفق فساق الحديث بعد أن ساق الحديث تأدبا مع سلف الأمة ذكر أخبارهم وتفسيرهم لهذه الآية وهذا منهج ظاهر في تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه الآية الأولى التي ذكرنا كيف فسرها الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره نأتي الآن إلى آية ثانية في كتاب الله جل وعلا في سورة العرف قال الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين جاءت هذه الآية في خبر ذكر إغواء إبليس لأبينا آدم وأمنا حوى قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي حلف لهما بالله ثم قال قولا من عنده قال فأنا كنت هنا قبلكما وأعلم بهذا المكان منكما فهذا القول ليس من لوازم الآية يعني أن الآية تدل على هذا القول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لكن ابن كثير قال هذا القول الاعتبار هذا الذي يفهم من الآية فقوله وقاسمهما بمعنى الحلف لا ارتياب فيه أمر ظاهر بيّن أن القسم المراد به هنا الحلف معلوم أن قوله جل وعلا وقاسمهما من باب المفاحلة فما تقول مبايع يوجد مبايع ومبايع فالمقاسمة القسم هنا من باب المفاحلة لكنه من جهة واحدة بمعنى أن لم يحلف أبونا آدم ولا أمنا حواء وإنما الذي أقسم من الذي أقسم إبليس ثم قال إن هذا من باب المفاحلة وأتى ببيت شعر لأحد الهذليين يستشهد به على صحة هذا القول فهذا سياق آخر في منهج ابن كثير في التفسير أنه يأتي للقرآن يأتي للسنة ثم يأتي لشعر العرب الذي يستشهد به في مثل هذه الأحوال ومعلوم أنه ذيل من أفصح العرب فلما أتى بشعر أحد الهذليين ذكر البيت من الشعر حتى يستشهد به على صحة أن المفاحلة قد تكون من أحد الطرفين أن المفاحلة قد تكون من أحد الطرفين ثم لما أتم هذا ترىه تأدب مع الأبوين ويفهم هذا من ثنايا الكلم من خفايا الأسطر يعني بمعنى أنت إذا كنت ذا دربة في القراءة التفسيرية تعرف لماذا المفسر أحيانا يقحم نفسه يقحم نفسه تأدبا مع الخطاب فحديث الله عن عبده ليس كحديث حدنا عن أبينا آدم واذا قلناه مرارا في دروسنا فلما ذكر هذا قال رحمه الله حلف لهما ليخدعهما وقد يخدع المؤمن قال وقد يخدع المؤمن فهذه الزيادة من ابن كثير وقد يخدع المؤمن هو أراد أن يقول أن الأبوين عليهم السلام إنما خدع لكن ليس في القرآن ما يدل على أنهما خدع صراحة فقالها بحرف التحقير قال وقد يخدع المؤمن ثم حتى يوطن نفسه على هذا الكلم ذات وقال وقد أثر عنهم أي عن بعض السلف قوله من خدعنا بالله خدعنا له وهذه العبارة تنسب هو لم يذكرها لكن تنسب لابن عمر رضي الله عنه أرضاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن أبيه كان يعتق غلمانه إذا رأاهم يكثرون الصلاة فكانوا يصلون أمامه كثيرا فيعتقهم فيقال له يا ابن عمر إنهم يصلون يخدعونك فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له هذه هي العبارة لكن ابن كثير كان يكتب وربما لم يستحذر أن ابن عمر هو الذي قالها وإنما عاطفة ابن كثير الصادقة وأدبه وأدبه مع الأبوين آدم وحوى عليهم السلام هو الذي جعله يستطرد هنا ويقول وقد يخدع المؤمن وقد كان بعض السلفي يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له فاستمر في الحديث تأدبا مع الأبوين وكل من له دربة في التفسير يعرف لما زاد ابن كثير رحمه الله هذه الزيادة ثم لابد أن يكون للمفسر شخصيته ليس التفسير معاني كلمات ولهذا لما قال ابن كثير هنا أراد أن يفسر وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين قد يأتي إنسان يقول حلف لهما إنني لكما ناصح فنقول أنت الأهم قلت معاني الكلمات هذا يعرف كل أحد لكن ابن كثير زاد في تفسيري أنه قال فأنا أعلم بهذا المكان منكما وقد كنت هنا قبلكما وهذا حق فإبليس كان في السماء قبل الأبوين آدم وحوى وهذا هو المراد من قسمه لما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وهذه أمور لا يبغي لك أن تتعجل في نقد المفسر حتى تعرف طريقته وحتى تعرف طريقة المفسرين من قبله وأنه لم يأتي بدع من القول وهنا نحن ترى في خطابنا شيئا من المدافعة قويا لما نتعرض له أحيانا عندما نفسر كلام الله فيأتيك من قل علمه وأدبه فيعترض دون أن يكون قد علم طريقة أهل التفسير قبلنا في تفسير كلام الله جل وعلا فأحيانا يسأل المرء أسئلة ويردون منا جوابا الجواب لا يكون إلا إذا استقام السؤال نفسه أما إذا كان السؤال أصلا غير مستقيم فلا حاجة لأحد أن يجيب فهنا هذا الإمام الجليل المفسر الكبير يرى عليه ما يجري على كثير من المفسرين الكبار عندما أقحم نفسه بأدب أو بأدب أولا في الاعتذار للأبوين ثم في الإخبار عن تلك الزيادة التي تتضمنها أو تحتمل الآية معناها نقول تحتمل الآية معناها ثم نرىه يقول بعد أن ذكر قول الله عز وجل هنا في سورة العراف اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال وقد ذكر المفسرون الأماكن التي أهبط كل واحد منهم فيها أي إبليس وآدم وحواء والحي على قول ثم قال واغلبه مأخوذ عن الإسرائيليات ثم قال رحمه الله وليس في ذلك كبير فائدة ولو كان فيه فائدة لا ذكرها الله عز وجل أو ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم نحن نقول هذا الكلم منه رحمه الله فيه تشدد زائد عن الحد قليلا صحيح أنه لا يكون فيه كبير فائدة تعود على المكلف كما قال لكن لا يقال ليس فيه فائدة البتة لا يقال أن ليس فيه فائدة البتة لنبدأ أن نعلم لماذا أنزل القرآن القرآن لم ينزل ليخبرنا عن كل شيء ليس كتاب تاريخ وإنما القرآن كتاب هداية فما تقوم به الهداية نعم استغنى بالقرآن به لكن الفوائد تبقى تبعا فلو قدر أننا علمنا شيئا من ذلك بأثر صحيح أو أثر غير معارض بشيء عندنا فلا حرج فيه وهو قد بيّن رحمه الله في أول الكتاب هذه المسألة في حديثه عن الإسرائيليات ثم إنك ترب لكثير رحمه الله وإن كان هنا في التفسير يتشدد في قبول الإسرائيليات إلا أنه في كتابيه قصص الأنبياء وكتاب البداية والنهاية تجده أكثر تساهلا في الأمر وهذا حق فتفسير كلام الله شيء وتدوين التاريخ شيء آخر والكلام في قص الأنبياء شيء آخر فلما أتى فيه البداية والنهاية توسع في ذكر خبر آدم وحوى وإبليس والحية توسع كثيرا في البداية والنهاية وتوسع كثيرا في قص الأنبياء لكنه في التفسير وهذا من أدبه وعلمه الجم أنه قصر قليلا لأن هذا القول الآن مبني على أنك تفسر كلام الله أما في البداية والنهاية وأن تكتبوا التاريخ فأنت تكتبوا الأشياء ابتداءا تستطيع أن تقول لمن كلمك لمن صاحبك لمن سألك هذا ما ذكره المؤرخون هذا ما كتبه الإخباريون هذا ما دونه المدونون فأنا أنقله فتبرأ الذم بمجرد أنك تقول أنك ناقل لكن في تفسير كلام الله أنت كتابك يقرأ يفهم مع كتاب الله يقرأ القرآن ثم ينظر في تفسيرك فشتان ما بين الحالين فعندما تأكم على أحد لا بد أن تميز ما بين قوله وهو يفسر القرآن وما بين ما يقوله ابتداء أو في خبر أو في محاضرة هذا الشيء وهذا الشيء آخر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يستفاد منها أن لكل شيء طريقه المخصوص المحفوظ به وهذا العلم الذي يتيه الحافظ ابن كثير لو علم الناس الطرائق المناهج السبل التي يستسقى بها العلم ينال ليعطى طرائق الأكابر عندنا لكثير لو جدت كثيرا ممن يكثر نقده اليوم يقصر عما هو فيه يحسب أنه مهتد وهو بعيد كل البعد عن طرائق الموفقين هذا ما تيسر في اللقاء الأول عن الحافظ ابن كثير رحمه الله وتعالى رحمة المعسيح وقد وعدت في أول اللقاء أنني ستحدث عن بعض تفسيره فعمدنا الآن إلى بعض الآيات من سورة البقرة وصورة آل وصورة العراف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نختار آيات أخر ونقف عندها وننظر كيف نظر إليها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة المعسيحة هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا شكرا